اهلا بكم في موجز لاهم بواقع الاخبار هنأ رئيس وجلس الوزراء دكتور معين عبدالبالك نجاح المؤتمر الاول لنقابة الصحفيين والاعلابيين الجنوبيين وهاتف رئيس والوزراء الامين العام لنقابة الصحفيين الجنوبيين صلاح العاقل وعبر عن تبركاته للنقابة ولرئيسها مؤكدا دعمه المطلقة لقيام كيان صحفي جنوبي حر من جهته افد صلاح العاقل ان اتصال رئيس الوزراء له قيمة كبيرة خاصة بعد ساعات من تشكيل النقابة وكما نوه الى ان وزارة الاعلام باركت تشكيل نقابة الصحفيين والاعلابيين الجنوبيين اعلنت القوات الجنوبية عن عدد من شهداء والجرحة في صفوفها نتيجة انفجار عبوات ناسفة باحد اتقمها المشاركة في عملية سامي الشرق بمحافظة ابيان واكدت مصادر عسكرية بالقوات المشاركة بعملية السياب الشرق استشهاد ثلاثة من اثراد القوات الجنوبية المرابطة بوادي عبران بمدرية موديا بينهم النقيب عبد الرحيم المعكر قائد الكتيب الثاني باللواء السادس دعم واسناد وجرح ثلاثة جنود خريب وقف المجلس الانتقالي الجنوبي في اجتماعه الدوري امام جملة من التطورات على السحة الوطنية وفي مقدمتها مصادقة مجلس الوزراء على القرارات الصادرة عن المجلس الاقتصادي الاعلى القاضية برفع سعر الدولار الجمهوري وجدنا المجلس الانتقالي اعتراضه على تلك القرارات غير المدروسة لما ستسبب به من زيادة في الاعباء المعيشية المواطنين فضلا عن اثارها الاقتصادي المباشر على النشاط التجاري لميناء عدن وحركة الواردات فيه مطالبة باعادة النظر بتلك القرارات والبحث عن بداء الاخرى سليمة هاتي الموجز للقاء اشتركوا في القناة